أنا حكون واضح وصريح مع حضراتكم أنا حكون واضح وصريح من البداية اللي متخيل أن هذا البرنامج سينظر إلى سلبيات ما حدث في مباراة اليوم يبقى غلطاء هذا البرنامج سيكون مساند وداعم لفريق النادي الأهلي مرة تانية إذا كنت حضرتك بتنتظر أن أنا حبص لسلبيات وأنا عندي ماتش يوم الأربع أنا لن أنظر إلى أي سلبيات ممكن أقول لك أن أنا مش مبسوط من المباراة مش مبسوط من الشوت التاني أكتر لكن حنظر دائما للنواحي الإجابية الموجودة في مباراة اليوم ليه؟ لأن أنا فريقتي دلوقتي أو فريق النادي الأهلي في الطيارة وجايين هيجوا الصبح يوم الاثنين الصبح هيجوا بكرة الساعة مثلا خمسة ستة الصبح هيروحوا يناموا ويجوا على تمرينة خفيفة بالليل والتلات تمرينة خفيفة واللي أربع يلعب مباراة كلنا شايفين المباراة وكلنا عرفنا إيه الأخطاء اللي حصلت من وجهة نظر كل واحد فينا إحنا عندنا إذا كنا تمانين تسعين مليون أهلاوي فإحنا عندنا تمانين تسعين مليون محلل وده وكلهم كلامهم وتحليلهم بيبقى على دماغنا من فوق عشان كده أنا بقول لحضرتك من دلوقتي أنا أو في هذا البرنامج لن نكون أداة هدم لفريق النادي الأهلي في هذا البرنامج لن نكون سوى أداة أو أداة للمسندة والدعم خلال الفترة اللي جاية وخلال المرحلة القادمة كالعادة زي ما إحنا دايما بنشتغل خلال الفترة اللي فاتت كنت دايما بقول لحضرتكم إن أنا من الناس اللي بيبقى عندهم دايما ببقى شايف السلبيات زي زي أي حد زي التمانين تسعين مليون أهلاوي ولكن دايما السلبيات لازم تبقى فيه و لو شوية صغيرة كده إيجابيات تحت في الكباية فأنا بنظر للإيجابيات بنظر للإيجابيات ايه الايجابيات اللي حصلت في مباراة اليوم الايجابيات اللي حصلت في مباراة اليوم ان انا وانا في اسوأ حالاتي بتغلب واحد سفر وجهة نظري ان احنا ممكن تكون وحش في المباراة ولكن يخش فيك جنو اتنين وثلاثة واربعة لكن انت كنت وحش ومع ذلك رحت بثلاث هجمات كان ممكن التلاث هجمات يجيبه تلاث اهداف ومنهم ركل الجزاء صحيحة لان دي الاهلي مية في المية ولم يتم احتسابها هتكلم في النقطة دي بعدين ولكن اللي شايف ان النادي الاهلي النهاردة اه او يوم الاربع اللي جاي مش هيقدر يكسب نادي سانداونز ما يعني معناه قاسف جدا يبقى عندنا مشكلة يبقى عندنا مشكلة لانه ان شاء الله نادي الاهلي يستطيع ان يفوز يوم الاربع اللي جاي وكلنا حنبقى في ظهر لعبتنا وكلنا حنقف مع لعبتنا وكلنا حنبقى مساندين وداعمين لفريق النادي الاهلي مش حاجة تانية احنا ما بيفرقش معايا علي معلول ولا بيفرق معايا الشناوي ولا بيفرق انا بيفرق معايا اسم النادي الاهلي بطل افريقيا انا بطل افريقيا انا صاحب الارقام القياسية في افريقيا انا التاريخ انا الحاضر انا المستقبل النهاردة حضرتك لعبت في مباراة صعبة جدا 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 بلع فريق جيد ولكن انا افضل منه ايو يا فندم انا افضل منه على الرغم من ان انا كنت واقف في نص ملعابي وبيعتمد على الهجابات المرتدة خلاص طريقة لعب المدرب وعايز كده مباراة القاهرة هتكون صعبة مباراة هتكون صعبة جدا صعبة على النادي الاهلي وصعبة على المنافس لانه حيلاعب النادي الاهلي في القاهرة اكيد الجملة واضحة وفيها معاني كثيرة وست ان شاء الله معرفش العدد حتى الان كام ولكن مهما كان العدد 20-30 ألف انا متأكد ان الـ 20-30 ألف حيبقوا موجودين في الاستاد وحندعم النادي الاهلي وحندعم رجالة الاهلي حتى نقدر نفوز بهذه المباراة لنصعد بقى ان شاء الله الى المباراة النهائية عندنا ثقة كبيرة جدا جدا ان احنا هيكون لنا شكل مختلف من خلال تركيز لعبتنا وجهازنا الفني انا هنا في القاهرة معايا جمهوري في كل مكان اعظم جمهور في الكون مش هقول للفوز ولكن لبذل اقصى مجهود عشان نقدر نفوز ان شاء الله البعثة هتوصل الكل هيكون في قمة تركيزه لتحقيق الهدف الهدف اللي هو ايه؟ الفوز بمباراة يوم الأربع رغم قصر المدة ما بين المباراتين والصعوبة واخد بال حضرتك انا هنا هقول لحضرتك حاجة اكيد حضرتك هتبقى معايا فيها النادي الاهلي سافر مرتين سافر لجنوب افريقيا ورجع من جنوب افريقيا ولعب مباراة وبعدين سافر جنوب افريقيا لعب المباراة وبعد كده رجع من جنوب افريقيا مظبوط وكل ده وفريق سانداونز قاعد في جنوب افريقيا فالنادي الاهلي سافر ورجع وجنوب افريقيا او سانداونز حيكون حيسافر فقط للنادي الاهلي وبعدين حيلعب المباراة وبالتالي في تقريباً 8-9 ساعات فرق صفر هيكونوا في صالح سانداونز في صالح إراحة سانداونز طبعاً ده عشان هو المباراة القوي التانية بالنسبة له هتبقى المباراة القوي أو اللي خارج ملعبه ولكن كل ده بيتحسب خلي بقى لحضرتك هتقول لي عم إسلام هو أنت كمان هتحسب المروح والمجاية أهي وقفان والله والله في مثل هذه المباريات وفي مثل هذه البطولات الكبيرة التفاصيل اللي أنا بتكلم فيها مع حضرتك دي بتكون مهمة جداً 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 أنا مستفيد إن أنا هلعب على الأرض ولكن هو مستفيد إن أنا رحت جنوب إفريقيا ورجعت من جنوب إفريقيا هو هيكون راح بس القائرة وهيلعب المباراة وبعد المباراة هيرجع لجنوب إفريقيا وبالتالي هو نص سفرية بالنسبة له أنا سفرية كاملة طب ده بيفرق في اللعيبة وبيفرق في عضلات اللعيبة والكلام ده مليون في المية مليون في المية اللعيبة هتيجي النهاردة الاتنين الصبح هيجو بكرة للفجر هيريح النهاردة الاتنين والثلاث راحة والأربع المباراة ساعة تمانية بالليل عندي ثقة كبيرة جدا في رجالة الأهل اللي وراهم رجالة في المدرجات إن شاء الله الرجالة اللي موجودة في المدرجات دي تهز جبال زي ما الرجالة اللي أمام حضراتكم الشناوي ومجموعة اللاعبين رجالة وحيفضلوا رجالة وحنسندهم وحندعمهم لغاية إن شاء الله إن شاء الله ربنا يا كرمنا هنقدر نفوز الأهلي من وجهة نظري من النحية التيكتيكية لقب مباراة مش وحشة كان في بعض الأخطاء الواضحة أنا بتكلم فيها وحضرتك بتكلم فيها وكل الناس بتكلم فيها لكن يعني مثلا من ضمن الأمور اللي أنا استغربت لها جدا إنت لما ضغطت على سانداونز من قدام كنت هتجيب جنو اتنين أو يعني قدرت تخطف منه مكور ما كملتش الضغط ليه أهي دي بقى من الحاجات اللي أنا بقول لحضراتكم عليها الراجل قال لنا لازم يعمل كده هو ما قالش كده على الهوى ولكن فكره بيتكلم بهذا الشكل إن أنا اللاعبة لما تضغط من قدام فده اسمه high pressure فده مجهود عالي وكبير جدا أعمل كده خمس دقايق وأرجع هو عمل أول خمس دقايق أول عشر دقايق بعد كده رجعنا وبعد كده طلع بعد شوية وبعد كده رجعنا تاني هي دي التفاصيل اللي أنا بتكلم فيها مع حضرتك إن شاء الله ربنا يكرمنا هنا نستطيع إن احنا نضغط وهي الpressure اللي أنا بتكلم عليه ده لأنه هم عندهم خط دفاع بيدفع كويس بيدفعوا كويس واحد على واحد والكلام ده كله لكن تكتيكيا عندهم مشاكل كتيرة جدا جدا كلنا وراء لعبتنا الرجال إن شاء الله اللي هيكونوا على قدر المسئولية وإن شاء الله الأهلي إن شاء الله في نهاية هذه البطولة يا رب كل ما أتمنى إن احنا كجمهور وخلال اليومين الاثنين والتلات والأربع طول النهار كلنا قدنا في قدم بعض المسندة والدعم واجبة لهذا الفريق ترجمة نانسي قنقر انتهي نعم